ده مهم جدا برضو أي سيدة دخلت في الشهر التاسع إنها تعرف إيه هي علامات الولادة الحاجة التانية تعرف هتولد فين أنت بتقولي الأسرة لازم يكون في حد متواجد جنبها 24 ساعة بحيث إن إذا جالها الولادة يقدر يوصلها المستشفى لأن فيه سيدات إجوازاتها بتبقى بتشتغل مسافرة بتبقى بعيد فعلى أقل لازم حد من الأسرة آخر يكون قريب بحيث إن هو يقدر يوصلها المستشفى طبعا شنطة البيبي تكون جاهزة شنطتها هي تكون جاهزة الحاجات دي مش لما الولادة تيجي يلا بسرعة نجري نلم لا الحاجات دي لازم تكون جاهزة من أول التاسع طيب علامات الولادة إيه؟ علامات الولادة هي الطلق الطلق ده بيكون بقى مختلف عن التفاسيح اللي احنا تقولنا عليها ديك إيه التفاسيح دي؟ انقباض؟ تفاسيح ديك بتحس إنها بتحجر هي بتحس شعور غريب فيه سيدات بتتلخبط تفتكر إن ده أولادة طب إزاي نفرق؟ ده طلق ولا تفاسيح؟ إن أنا زي ما قلت لك تقوم تتمشى كده شوية هتلاقيها هديت أو نامت حول تنامت طب مهم الطلق أصلاً لما بيجي بيجي شوية وبيروح لا، الطلق بقى بيجي شكله إزاي بقى؟ ألم أسفل الظهر وبيطلع على قدام ألم فيه ألم وبقاين بيروح خالص خالص بقيت كويسة قوي ويرجع يتكرر تاني في الأول بيتكرر كل 15 لـ 20 دقيقة بعد كده بيوصل إنه هو بيبقى من 3 لـ 5 في العشر دقيقة بتبتدي الأول الطلقة تقعد 20 ثانية لغاية ما توصل إنها تبقى 60 ثانية الطلقة تقعدها كاملة كاملة أوكي؟ طبعاً إحنا ما نعودش بقى في البيت مستنيين ده كله إحنا أول ما نبتدي نلاقيه بيجي كل ربع ساعة أو كل عشر دقيقة نتوجه بالسلامة على المستشفى خلاص يبقى دي أول حاجة العلامة بتاعت التطلقة أنا ليه بقول كده؟ لإنه فيه ستات بتيجي في الأواخر يعني تبقى خلاص على بقى ما دكتور هيجي بقى في المرور الحلوة بتاعنا ده بتبقى إيه الدنيا أنا دايماً بنصح السيدات لو راحت بدري مش مهم بالزبط كل ما تروحي بدري كل ما أمورك هتبقى أسهل حتى لو لسه بدري الدكتور بيقولها تمشي في الطرق دكتورك هيعرف أنه عنده ولادة هيبتدي يتوجه يعني الدنيا إيه؟ هتبقى دايماً أسهلك ممكن للطلق يقعد كذا يوم يا دكتورة؟ كويس سؤال مهم جداً خبيرة ولادة بصي الطلق لو الست بكرية يعني بكرية يعني أول ولادة لها خلاص الولادة مفروض ما تقعدش أكتر من 12 ل 16 يعني 20 ساعة بالكتير ترجمة نانسي قنقر